أمر صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإصلاح المنازل المتضررة جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري وقد وجه سموه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للإشراف على عملية حصر وصيانة المنازل ومحافظة المحافظة الشمالية لمتابعة الاحتياجات المتعلقة بهذا الشأن مع الأهالي المتضررة منازلهم جراء هذا الحادث الإرهابي الآتم